بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما حملت زوجة آدم عليه السلام أتاه الشيطان قال لها سمياه عبد الحارث وإلا جعلت لها قرونا شق بطنك فأشفق الأبوان آدم وحوى وسسمياه بهذا الإسم طاعة للشيطان فالله جل وعلا ذكر ذلك في قوله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا يعني كامل الخلقة جعلا له شركاء فيما آتاهما فأطاع الشيطان وسمياه عبد الحارث وهذا من شرك الطاعة لا من شرك العمل فالله جل وعلا ذكر هذا من باب اللوم لآدم عليه السلام وزوجه حوى نعم قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد قوله باب قول الله تعالى لما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون قال الإمام أحمد رحمه الله بمعنى هذه الآية حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر ابن إبراهيم قال حدثنا قتاده عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره نعم هذا تفسير لهذه الآية الكريمة فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما يعني شرك الطاعة لا شرك العبادة فأطاعاه إشفاقا على الولد ليسلم لأنه قال سأجعل له قرن عيل فيشق بطنك إن لم تسميه بهذا الإسم طاعة للشيطان ومن باب الإشفاق على الولد فالله جل وعلا أنكر عليهما ذلك كما في هذه الآية الكريمة فلما آتاهما صالحا يعني في الخلقة جعلا له شركاء يعني في التسمية حيث سمياه عبد الحارث والتعبيد إنما يكون لله سبحانه وتعالى وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد ابن عبد الوارث به ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر ابن إبراهيم ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه الإمام أبو محمد ابن أبي حات في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر ابن إبراهيم به مرفوعا وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمر عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم نعم يعني ليس الذي جاءت القصة في شأنه أنه آدم أبو البشر ولكنه رجل آخر فأطاع الشيطان في هذه التسمية نعم وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثني يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله عن الحسن البصري أن هذا في اليهود هم الذين سمّوا بهذه التسمية اليهود والنصارى سمّوا بهذه التسمية طاعة للشيطان وإشفاقا على هذا الولد ليسلم ويبقى نعم قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاءهما إبليس فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية وقال العوفي عن ابن عباس فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا وزيّن لهم الباطل إنه غوي مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهم الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأولان فسميا ولدهما عبد الحارث فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون نعم وهذا ليس من الشرك في العبادة وإنما هو من الشرك في التسمية حيث أطاع الشيطان وسمياه عبد الحارث إشفاقا عليه لأجل أن يسلم والله عاب ذلك عليهما فقال وجعلا له شركاء فيما آتاهما هذا من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة نعم وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم وقد تلقى هذا الآثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة قال العماد بن كثير وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب قلت وهذا بعيد جدا هذا القول يعني بعيد جدا لهذا السياق وإنما السياق الأول هو الراجحة والصحيح نعم قال المصنف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب نعم هذا هذا الأثر كما ذكر ابن حزم الظاهري إمام الظاهرية هو الذي ذكر هذا الشيء ورواه قال ابن حزم اتفقوا اتفقوا أي العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل فإنما يعبد لله لأنه عبد الله على الحقيقة هو الذي خلقه وهو الذي أوجده وهو الذي رباه فيعبد لله عز وجل لا يعبد لغيره عبد الحارش هذا لا يجوز حاشا عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن معنى عبد المطلب أنه سافر مع عمه فأصابه السواد من السفر فلما قدم به سموه عبد المطلب نسبة إلى عمه لأنه جاء به أسود من السفر فسموه عبد المطلب لا أنه من التعبيد لغير الله وإنما من إسناد الشيء إلى صاحبه قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب نعم حاشا يعني لا يدخل عبد المطلب في هذا الممنوع لأن عبد المطلب بمعنى أنه خادمه بمعنى أنه خادمه لما قدم به وهو أسود من السفر سموه عبد المطلب لا من باب التعبيد لغير الله وإنما من أجل الصحبة نعم قال الشارح رحمه الله ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف توفي سنة ست وخمسين واربعمائة وله اثنتان وسبعون سنة وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه ولا ريب انهم من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليهم السلام نعم فهم من العرب المستعربة من العرب المستعربة لا من العرب العاربة القحطانية نعم حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته نعم الخلق كلهم عباد الله لأنه ربهم وخالقهم ومربيهم بنعمه فهم عباد الله جل وعلا ولا يعبدون لغيره ولكن عبد المطلب هذا لأنه جاء مع عمه من السفر وكان أسود لسبب إصابة الشمس سموه عبد المطلب بمعنى أنه صاحبه فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته نعم الشرك إنما وقع في توحيد العبادة ولم يقع في توحيد الربوبية لأن كلهم مقرون بتوحيد الربوبية إنما الخلاف جاء في توحيد الألوهية ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد نعم توحيد الربوبية هذا لم يجحده أحد وإنما الجهود وقع في توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة فكثير منهم أشركوا بالله في عبادته ولم يشركوا في ربوبيته نعم وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد نعم توحيد الربوبية وأما توحيد الألوهية فكثير منهم أشرك بالله في إلهيته وعبادته نعم كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهذه هي العبودية العامة وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده يعني آت الرحمن عبدا يعني بالربوبية فالله رب الجميع وخالق الجميع وهم عباده فهم لا يشركون في توحيد الربوبية وإنما وقع منهم الشرك في توحيد الأولوهية وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها العبودية الخاصة في توحيد الأولوهية هذه خاصة بالمؤمنين وأما الكفار فهم اعترفوا بتوحيد الربوبية ولكنهم اشركوا في توحيد الأولوهية ولذلك بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرون الناس بعبادة الله وحده لا شريك له بالعبادة جاءوا بتوحيد العبادة ولم يأتوا من أجل توحيد الربوبية لأن هذا شيء أقر به الكفار نعم فقوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه لأن أصله من عبودية الرق وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بن الشيبة الحم نعم وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بن النجار من الخزرج لأن هاشم تزوج فيه ممرأة فجاءت منه بهذا الابن فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفه فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبد للمطلب فقالوا هذا عبد المطلب نعم فعلق به هذا الاسم وركبه فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به فلم يبقى للأصل معنا مقصود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب نعم نبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى عبد المطلب وعبد المطلب عرفنا معناه وسببه نعم وقد صار معظما في قريش والعرب فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده نعم وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب وتوفي في حياة أبيه قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمانية عشر عاما ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله فمات بها عند أخواله بني عدي بن النجار والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى نعم قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب لأن أباه قد مات فكفله جده عبد المطلب ورباه نعم قال الحافظ الذهبي رحمه الله وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون شهرا وقيل أقل من ذلك وقيل وهو حمل توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار تمرا وقيل بل مر بها راجعا من الشام وعاش خمسة وعشرين سنة قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته وتوفيت آمنة وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار وهو يومئذ ابن ست سنين ومئة يوم وقيل ابن أربع سنين فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده فكان في كفالته إلى أن توفي جده وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين فأوصى به إلى عمه أبي طالب انتهى كلام الحافظ نعم قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله سبحانه جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم نعم قال الشارح رحمه الله قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى قال المصنف رحمه الله وله بسند صحيح عن قتاد قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته نعم هو من شرك الطاعة حيث أطاع الشيطان في التسمية سمياه عبد الحارث وليس من شرك العبادة نعم وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما نعم قال الشارح رحمه الله قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقته التي يريدها إبليس وهو محمل حسن نعم شركا في التسمية لا في العبادة نعم وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميته ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله نعم وهذا معنى قول قتاده شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته فهو من شرك الطاعة حيث أطاع الشيطان في هذه التسمية إشفاقا على الولد نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله نعم تحريم كل اسم معبد لغير الله وإنما تعبد الأسماء لله سبحانه وتعالى نعم الثانية تفسير الآية جعلا له شركاء فيما أتاهما أنه من شرك الطاعة لا من شرك العبادة نعم الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها مجرد التسمية ولم يقصد حقيقة حقيقتها يعني أنه يعبد من أضيف إليه وإنما هو يعبد الله سبحانه وتعالى نعم الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم نعم هبة الله البنت السوية من النعم نعم الله عز وجل حيث لم تخرج أو تولد على صفة ناقصة نعم الخامسة ذكر السلف رحمهم الله الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة نعم من الشرك في الطاعة أخف من الشرك في العبادة لأن الشرك في العبادة والعياذ بالله شرك أكبر وأما مجرد الشرك في الطاعة هو شرك أصار والشرك الأصار يقع كثيرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض ينتشر عند بعض الناس التسمية بعبد النبي وعبد الرسول أو عبد الحسين فهل هذا يدخل في هذا الباب وحكمه بلا شك بلا شك أنه يدخل في هذا الباب تعبيد لغير الله هو من الشرك في التسمية نعم ومن كان اسمه كذلك هل يلزم تغيره يغير نعم من كان اسمه عبد لغير الله فإنه يجب تغيير اسمه فيعبد لله عز وجل نعم جزي الله من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد نعم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين